امبارح كان اليوم الأخير في الهدنة التانية ما بين المقاومة وقوات الاحتلال النهاردة تم تمديد هذه الهدنة بين الجانبين اليوم واحد بمجهود كبير جداً أمد بي مصر وقطر وطبعاً بتسعى منذ بداية هذا التصعيد من خلال جهودها السياسية ودبلوماسية لتمديد آخر حتى نصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غز صحيح يا شاز ديخان نرف تفاصيل أكتر من ضفنا دكتور محمد أبو سمرى المفكر والقيادي الفلسطين نورنا في ستوديو سباة الخير يا مصر سباة الخير على حضرتك وأهلاً بك معنا في سباة الخير يا مصر سباة الخير يا مصر يعني في البداية ومع هذا الخبر يا فندم وتمديد الهدنة ليوم آخر بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية يعني هذه الهدنة تبدو أنها هشا وفكرة وجود هدنها هشا في وجود مفاوضين أو وسطاء زي مصر بتضع عبء أكتر على هذا دور الوسيط شايف حضرتك رؤيتك للدور المصري في هذه الوساطة الزي طبعاً هو الدور المصري هو الدور الأساس في مفاوضات التهديئة أو في كل الجهود المبذولة على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة وأيضاً حتى ضد أهلنا في الضفة الغربية في القدس المحتلة يعني الجهد المصري جهد متكامل وهو الجهد المركزي كما قلت من أجل وضع حد لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة يعني بشكل فاق كل حد وكل توقع وكل احتمال وبنفس الوقت طبعاً الحديث بشكل واضح جداً ليس فقط عن وقف الاطلاق النار إنما عن نافذة أو منفذ سياسي يتم من خلاله البدء بإيجاد حل سياسي عادل وفق قرارات الشرعية الدولية وفق ما تم الإجماع عليه فلسطينياً أيضاً حل عادل لإسرائيل العرب الإسرائيلي للقضية الفلسطينية يعني يجب أن تتوقف لعبة العدو المتكررة على مدى العشرين عاماً الماضية أو لنقل ثلاثة وعشرين عاماً الماضية منذ انتفاط الأقصى وحتى اليوم وهو أنه يقوم كل عام كل عامين كل ثلاثة بحرب تدميرية ضد أهلنا في قطاع غزة وتطال هذه الحرب التدميرية طبعاً الوضع في الضفة الغربية قطاع غزة كلما يعاد إعماره يعد تدميره يعاد إعماره يعد تدميره ولكن طبعاً الحرب الأخيرة فقد كل التوقعات والتصورات وكل قدرات العقل الإنساني والبشري لاستعاب ما يحدث وبالتالي طبعاً مصر الحقيقة وهي مشكورة على كل الجهود التي تقوم بها تقوم بجهد جبار ليس فقط لتمديد الهدنة أو التهدئة ووقف اطلاق النار يوم أو يومين أو ثلاثة إنما الخروج نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ومن ثم الحديث عن مستقبل ليس فقط قطاع غزة إنما مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والقدس المحتلة ومستقبل الكيانية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية وكان واضحاً الموقف العظيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث بشكل واضح أنه حان الوقت للإعلان عن دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 وربما كان هذا أول موقف سياسي عربي وإقليمي ودولي يتجاوز الحديث عن حل الدولتين والذهاب مباشرة للحديث عن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض المحتلة عام 67 هل حضرتك بتتوقع بتمديد الهدنة بهذا الشكل أنه يتم التمديد اليوم تل والآخر لحين ما يتم الإفراج عن كافة المحتجزين الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة؟ أنا كان لدي قراءة وفق جملة من المعطيات أن الدوء الأخضر لأمريكا الممنوح أصلاً لنتنياهو وحكومة الإرهاب الصهونية وينتهي يوم غد بالأصل يوم 30 نوفمبر ومن المعطيات التي كانت تدلل على ذلك أن الطيران المدني الأمريكي وبعض خطوط الطيران المدني الأوروبي كانت توقفت عن الوصول إلى مطار الليد المحتل منذ يوم السابع من أكتوبر 20 الأول الماضي وأن الطيران المدني الأمريكي ومعه العديد من خطوط الطيران الأوروبية ستعود للتحليق في مطار الليد وهو الوصول إلى مطار الليد بدءاً من يوم الثاني من ديسمبر بنفس الوقت طبعاً هذا كانوا أعلنوا عنه في السابق؟ نعم هذا معلن بس من فترة تقريب أعلن صباح يوم الثامن من أكتوبر أنه وقف الطيران وعودة خطوط الطيران المدني مرة ثاني يوم الثاني من ديسمبر بنفس الوقت طبعاً معروف أن شهر ديسمبر كانون أول هو شهر الأعياد في أوروبا وفي أمريكا وهذا شهر الأعياد والإجازات وغير ذلك وهو مهم إضافة إلى مسألة أخرى مرتبطة بقضية الضوء الأخضر الأمريكي هو أن الولايات المتحدة عندما أعطت الضوء الأخضر لنيتنياهو وشاركت في العدوان في البداية صدقت الرواية الإسرائيلية أو الروايات الإسرائيلية المكذوبة والمزاعم المكذوبة ثم بدأت الصحافة الأمريكية أيضاً مع بعض الصحف الإسرائيلية كهارتس وغيرها بفضح جملة الأكاذيب التي روجها لها نتنياهو ومسؤولية المقاومة عن قتل المدنيين وغيرهم وهذا لم يحدث بالمطلق بالتأكيد وتبين أن الجيش الإسرائيلي هو من قتل المدنيين والمستوطنين الإسرائيليين وأن الهدف كان من عملية طفال أقصى كان هدفاً عسكرياً ووطنياً بامتياز دون أدنى شك هذا أولاً ثانياً الحدث طبعاً كما هو واضح انقلاب في الرأي العام الأمريكي والغربي وهذا الانقلاب في الرأي العام الأمريكي والغربي أصبح يشكل أداة ضغط كبيرة على الإدارة الأمريكية وعلى رئيس جو بايدن وهناك خطر كبير بدأ يمس بمستقبل الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي بل خطر يمكنه أن يمس بالوضع داخل أمريكا وبدأت موجة الكراهية على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي وحتى على مستوى الكثير من الدول المحبة للسلام والمقتنعة بالحقوق الفلسطينية بدأت تعيش حالا من موجة الكراهية ضد الأداء الأمريكي في الحرب الأخيرة الحالية ضد قطاع غزة وفي انحيازها المطلق للعدو السيوني في كافة اعتداءته وبالتالي أعتقد أن الأمر ينفذ أمام نتنياهو خاصة أن الأصوات بدأت تعلو داخل الكيان السيوني بمحاكمة نتنياهو وحل حكومة الإرهاب اليمنية المتطرفة وستطلعت رأي طبعا نتنياهو حصل على سبعة عشر صوتا بينما ليكود حصل على ثلاثة وعشرين وبالتالي حتى حزب ليكود وذهب إلى التفكك بتقديري أننا سنخرج يعني ربما يحدث تمديد ليوم آخر لكن بتقديري وقراءتي للأمر أننا سنخرج على الأقل ربما في هدنة مؤقتة لمدة شهر يتم من خلالها صياغة الاتفاقيات وبلورتها دعني أوضح مسألة أيضا من أجل صياغة خلاصة للمسألة للأمر ليس عبثا وجود معالي الوزير اللواء عباس كامل في الدوحة إلى جانب طبعا وليام بيرس مدير المخابرات الأمريكية وطبعا مدير الموساد وإضافة إلى القطريين وإضافة أيضا إلى ربما قوة إقليمية أخرى موجودة في صياق المفاوضات عن قرب أو عن بعد ولكن هناك وجود يدي اللواء عباس كامل وبدع بتوجيهات طبعا من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوافق كامل مع القيادة الفلسطينية يدير ملف المفاوضات بمنتهى الذكاء بمنتهى الدقة وهو حقيقة يعبر عن المطالب الوطنية الفلسطينية بشكل كامل وبالتالي نحن نأمل أن يتم الخروج من الحالة يعني حالة ربما يعني يعني يمارس نتنيه نوع من أنواع لعبة عبد الأصابع يعني القتال على الدقيقة والثانية والتلويح بعودة العدوان من جديد وغير ذلك طبعا الأمور على المستوى الفلسطيني الحقيقة يعني بالتأكيد بات يعني مطلب وقفة لقنار مطلب جماهيري فلسطيني ومطلب رسمي فلسطيني وأيضا مطلب الكل الفلسطيني من أجل الالتفات إلى يعني البدء بالإعداد لمواجهة يعني آثار العدوان المدمر الذي تعرض لها وقطع غزة طيب يعني الحقيقة دكتور فكرة تمديد الهدنة كل دقيقة أعتقد بتعني كثير بالنسبة للفلسطينيين يعني نظرا لما شاهدوه على مدار الأيام السابقة أكيد حتى دقيقة واحدة بتفرق مع إخواتنا في قطاع غزة لكن بيخرج سؤال آخر وهو ممكن زي ما كنا نتكلم في بداية أنا وشاز لي فكرة التصريحات المتضربة البعض يقول أن اليد الطولة هي للمقاومة الفلسطينية والبعض يرى أن اليد الطولة هي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإحنا أمام دلوقتي الورقة الأهم بالنسبة أو مع المقاومة الفلسطينية وهي الأسرة أو الرهائن العسكريين وأيضا حاملين الجدسية الأمريكية شايف إيه لا يحصل الأيام القادمة يعني الوضع بشكل عامل زي حديثت تحدثت أنه ربما نخرج في هدنة لمدة شهر لا هو الهدنة لمدة شهر ستقود إلى وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم ومستمر وستقود إلى رؤية سياسية يعني الآن يتم الحديث فعلا ويتم التفاوض ويتم صياغة المسألة الخروج من اليوم الأخير للهدنة اليوم السابع ربما طبعا الهدنة تستمر حتى ثمانية أيام حتى عشرة أيام ولكن التقديري وقراءتي ربما أكون مصيب ربما أكون مخطئ لكن المعطيات التي بينها داي يعني أتمنى أن تجعل قراءتي لوضع قراءة مصيبة وهي أننا سوف نخرج من أيام التمديد للهدنة نحو هدنة تستمر لمدة شهر خلال هذا الشهر يتم صياغة رؤية متكاملة لوضع ما بعد حرب غزة طبعا هناك قراءات كثيرة وهناك كلام كثير يطرح وهناك أفكار كثيرة تطرح ومراكز الدراسات الأمريكية والغربية والإسرائيلية وغيرها تتحدث عن صياغ عديدة لكن بكل الأحوال ليس مقبول على المستوى الوطني الفلسطيني وأنا عندما أتحدث بكلمة المستوى الوطني الفلسطيني لا أقصد طرفا بعيني أقصد الكل الفلسطيني سواء على مستوى القيادة الفلسطينية القيادة الشرعية والتاريخية الفلسطينية على مستوى جماهير شعبنا وعلى مستوى كافة القوى السياسية ليس مقبولا الحديث عن أي مستقبل لقطاع غزة وأي مستقبل لوضع ما بعد حرب غزة دون الخروج بالفعل نحو متمثل بإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف على كامل أراضي الفلسطينية المحتلة. والآن هناك أصوات فلسطينية كثيرة وأصوات عربية. ومدعومة بالصوت العربي الأقوى. صوت مصر. بأنه يلابد من نيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة كعضو كامل عضوية في الأمم المتحدة. حتى لو تم الإعلان عنها كدولة تحت الاحتلال. وبالتالي البدء بالحديث عن تسوية سياسية عادلة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لأنه كفانة عذابا على المستوى الفلسطيني. طيب. نتنياهو دلوقتي في موقف صعب. ونتمنى طبعا أن يزداد صعوب. يعني هناك ضغوط كثيرة جدا في الداخل الإسرائيلي لتمديد الهدنة. مقابل الإفراج عن المحتجزين إسرائيليين. وعلى الجانب الآخر داخل الحكومة هناك أصوات بتطالب بضرورة استكمال العمليات العسكرية. ومنهم إتمار بن جفير كتب حتى على إكس من يومين. هدنة يعني حل الحكومة ويقود حراك داخل الحكومة. هو الآخر لإنتهاء أو إنهاء هذه الهدنة واستكمال العمليات العسكرية. كيف سيتصرف نتنياهو مع هذا الموقف؟. هو طبعا نتنياهو على المستوى الشخصي مع مجموعة الحمقة والإرهابيين المتضرفين كبن جفير وغيره. هم مع استمرار الحرب. لأن استمرار الحرب يعني تأخير ذهابهم إلى المحاكمة. نتنياهو كسياسي إسرائيل انتهى. وانتهاء الحرب اليوم. يعني ذهاب نتنياهو وابن جفير وغيره من رموز الإرهاب الصهيوني في حكومة الإرهاب اليمنية المتضرفة نحو المحاكمة. وطبعا جميعهم يعني مستقبلهم السياسي وحياتهم السياسية انتهت إلى غير رجعة. والأصوات داخل المجتمع الصهيوني تتحدث ليس فقط حتى لمحاكمة نتنياهو على جرائم الفساد السابقة ومحاكمة حكومة ورموز أجهزة الأمنية والاستخبارتية على كل ما سبق. إنما أيضا على الفشل الأمني الكبير الذي نتج عن عملية طوفان الأقصى. الفشل الكبير الذي نتج عن عملية طوفان. وبالتالي نتنياهو هكذا يعني بكل أحوال وذهب إلى المحاكمة. بن جفير ذاهب إلى المحاكمة حرب غزة بتقديري رسمت خطوط حمراء عديدة داخل الكيان الصيوني وداخل المجتمع الصيوني. هناك يعني على الأرجح يعني أن يعني فور هو بكل أحوال. فور انتهاء حرب غزة يعني حل الحكومة. وهي حكومة حرب. هذا معروف بالعرف السياسي الإسرائيلي. أن حكومة الحرب تنتهي بانتهاء الحرب. وبالتالي فورا سيذهب المجتمع الإسرائيلي نحو تشكيل حكومة جديدة. بالتأكيد نتنياهو لن يكون فيها. وسيكون أكبر الخاسرين بالإضافة إلى نتنياهو حزب اليوكود. طيب. يعني دكتور لسا مكملين مع حضرتك طبعا. لك يسمح لنا نروح لزميلنا حمادة العربي اللي موجود معنا من العريش عشان نتابع معي آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة عبر معابر رفع. حمادة صباح الخير عليك. صباح الخير جمالة وصباح الخير محمد الشازل. وصباح الخير على ضيفكم الكريم في الاستوديو. وصباح الخير أيضا لكل مشاهدينا. يمكن متواجدون الآن في مدينة العريش في انتظار زيارة مهمة للغاية. يقوم بها رئيس البرلمان العرب الدكتور عادل العسومي. يمكن هذه الزيارة تأتي في إطار تحركات إقليمية ودولية لمحاولات. أولا دعم إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كبير. وأيضا من ضمن هذه الجهود التي تبذل هي الاطلاع على كافة الإجراءات التي تتم. حتى يكون هناك رؤية واضحة للتحركات العربية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. النهار دا بنتكلم عن اليوم السابع للهدنة بعد أن يعني وافقت قوات الاحتلال والفصال الفلسطينية على هذا التمديد الذي جاء في الساعة صفر. يعني الهدنة تنتهي في السابعة صباحا قبل هذا الوقت بقليل. تم الاتفاق على تسيير الهدنة لمدة 24 ساعة تنتهي صباح الغد في السابعة صباحا. المساعدات ما زالت مستمرة من السادسة صباحا وحتى هذه اللحظات يتدفق المئات من الشاحنات على معبر رفح يمكن رصدنا خلال الأيام الماضية وجود مئات الشاحنات أمام المعبر بصورة كثيفة شاحنات تحمل المواد الغذائية شاحنات تحمل المواد الطبية والأدوية. إضافة أيضا إلى شاحنات المخصصة للوقود. يعني طبقا لبنود الهدنة هناك سبع شاحنات يوميا لابد من دخولهم محملين بالوقود ثلاثة منها محملة بالسلار وأربعة منها محملة بغاز الطهي. لكن يعني ما يريدون من أنباء من الجانب الفلسطيني يؤكد حتى الآن أن قوات الاحتلال ترفض بشكل نهائي إمداد المستشفيات بالغاز والوضع الطبي داخل قطاع غزة ووضع كارثي للغاية نداءات بوجود مستشفيات ميدانية. نداءات بإدخال المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية. يضاف أيضا إليها عدد كبير من الاحتياجات الخاصة بشمال غزة أكثر من الجنوب وأننا نتحدث عن ما يقرب من سبعمائة ألف مواطن من أبناء غزة متواجدين في الشمال. اليوم مع هذه الزيارة يتوكب أيضا وصول عدد من الطائرات إلى مطار العريش وخلينا نتكلم أن فيه خليط نحل على مدار الساعة للهلال الأحمر المصري للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. كل هذه الأمور تتم على وجه السرعة. وقت إنزال الطائرات يتم تفريغ هذه الطائرات والتحميل حمول هذه الطائرات إلى المخزن التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريشة. أيضا التحالف الوطني يقوم بتنظيم عدد من القوافل الإغاثية وكان هناك قافلة منذ عدة أيام سواء التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو التي جاءت عبر صندوق تحيا مصر وشهدها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. وأيضا قافلة أخرى جاءت أول أمس من جامعة الدول العربية بها عدد كبير أيضا من يؤكد الدعم المصري والدعم العربي من خلال إدخال المساعدات يضاف لكل ذلك الجهد المصري المتواصل للوصول إلى هدنة مستدامة وساطة مصرية قطرية والولايات المتحدة بالطبع للضغط على قوات الاحتلال لإدخال المساعدات وللتعامل وفق الأوضاع على الأرض سواء بتحركات حركة حماس والفصائل الفلسطينية وتسليم المحتجزين أو بما بعد حرب غزة ما بعد انتهاء الهدنة كيف سوف تسير الأمور هي أسئلة مهمة للغاية لابد أن يكون هناك إجابات واضحة عليها وخاصة أننا نتحدث عن مراحل للمحتجزين مرحلة الأولى كانت بالسيدات والأطفال والمدنيين بشكل أساسي يليها مراحل أخرى يدخل فيها العسكريين النظام والاحتياط يعني الأمور حتى الآن محتاجة جاد كبير سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الشعبي أيضا على مستوى العالم وعودة إليكم جمانة وشازلي وضيفكم الكريم في الاستوديو زميل عزيز حمد العربي مشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من العريش ونرجع مرة تانية لدكتور محمد أبو صبر المفكر والقيادي الفلسطيني ومزار حدثنا مستمر عن ماذا بعد هذه الهدنة سؤالي فنبل حضرتك لأي مدى يمكن أن تستمر إسرائيل في هذا العدوان الغشم والتصعيد في قطاع غزة تتحدث عن أن شمال غزة أصبح يطور فارغا وكان تانيةو تحدث عن أنه يتجه جنوبا لأي مدى وداخل إسرائيلي الاقتصادي يتداعى وداخل إسرائيلي الوضع صعب جدا لأي مدى يمكن أن يستمر بيمين تانيةو حتى لو نفت تهديده يعني طبعا حتى اللحظة العدو الإسرائيلي يحتل ما لا يقل عن 20% من مساحة القطاع منذ طبعا يوم الثامن من أكتوبر وهناك منع بالقوة النارية لأهلنا الذين نزحوا من سكان بيت حنون بيت لاهية مدينة غزة وشمال مدينة غزة منعهم من العودة من مناطق النزوح في الجنوب إلى أماكن سكنهم في الشمال وأطلق النار على العديد من أهلنا وأمس داخل غزة في حي النصر استشهد شابان حاول الخروج نحو منطقة الشيخ ردوان ومنطقة النصر لأنه طبعا يتوغل داخل بعض الأحياء شمال مدينة غزة بحد ذاتها وهو يصر على أن يكون تواجده في الشمال الشمال والشمال الغاربي والشمال الشرقي للقطاع وشمال مدينة غزة تواجد دائم أو على الأقل تواجد ورقة من أوراق القوة التي يخض بها المفاوضات لانتزاع نوع من التنازل من المقاومة الفلسطينية اليوم حتى قبل دخول الستوديو الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت نيران نيران رشاشاتها الثقيلة اتجاه غرب محافظة خان يونس وهناك تجاوزات واعتداءات واستفززات متكررة كما قلت نيتنياهو بكل الأحوال هو يريد استمرار العدوان بأي شكل من الأشكال لأن انتهاء العدوان يعني انتهاء حياته ومستقبله السياسي وذهاب للمحاكمة داخل كيان الصهيوني بتهم الفساد وتهم الفشل في إدارة ملف غزة وأيضا ذهاب للمحاكمة هو قادة حكومته قادة جيشي وأركان حكومته إلى الجنائية الدولية بتهمه ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية هو يحاول كما قلت أن يكسب المزيد من الوقت مهما حاول أن يكسب المزيد من الوقت إلا أن وقت نيتنياهو ينفذ بكل الأحوال أمام صمود شعبنا أمام الإدارة المصرية الذكية لملف المفاوضات ومحاولة الحصول على ضمانات أمريكية وضمانات غربية بوقف العدوان ضد القطاع أمام أيضا الجهود المصرية بالاستناد طبعا لحديث مرسلكم في العريش أمام الجهود المصرية الكبيرة والعظيمة في صياق الضغط على الإدارة الأمريكية وعلى دول الاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الإقليمية والأمم المتحدة من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة وبالتأكيد هذا جهد مصري عظيم وجهد مشكور وجهد مقدر ليس فقط منك سياسيين وقادة فلسطين أيضا من جمهير شعبنا الفلسطيني الذين بدأوا يلمسون من خلال وصول بعض المساعدات إليهم لكن الحقيقة ما نأمل من القيادة المصرية النجاح بالضغط على إدخال احتياجات أهلنا في مدينة غزة وفي شمال القطاع وتحديدا ما تحتاج المستشفيات كمستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي وغيري لأنه طبعا وصلت الإمكانيات إلى صفر إمكانيات فيها جميع هذه المستشفى وبالتأكيد نحن ننظر بعين الاحترام والتقدير لكل ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهد سواء على صعيد المفاوضات أو على صعيد الإغاثة والمساعدة شكرا جزيلا لحضرتك طبعا ومنسعد دايما بوجود حضرتك معنا دكتور محمد أبو صبر المفاكر والقيادي الفلسطيني شكرا جزيلا لك شكرا لك